ومسعد تقول بالنسبة لصلاة الليل تقول الوالدة تقوم الليل تقول وبعد الصلاة تقول تنوي تقول اللهم نويت أصلي لجسدي وعظامي تقول ما الحكم يا أخت الفاضلة هذا كلام لا يجوز وكلام مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وليس عندنا صلاة للعظام والجسد الصلاة لله جل وعلا يقول جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد يقول جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين والمقصود يا أخت الفاضلة قولي للوالدة تصلي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل إحدى عشرة ركعة ما كان يقول يا ربي هذا الصلاة لعيوني أو لأذاني أو لسمعي أو لبصري أو لعظامي أو لجلدي أو عظمي لا ما كان أبدا وإنما كان يستقبل القبلة ثم يقول الله أكبر يبدأ في الصلاة عليه الصلاة والسلام وهذه أجمل صلاة هي صلاة النبي عليه الصلاة كان يصلح دعش ركعة ركعتين ثم ركعتين ثم يرتاح قليل ثم ركعتين ثم ركعتين ثم يرتاح قليل ثم يصلي ركعتين والوتر عليه الصلاة والسلام تقول عائشة رضي الله ما رأيته لما ذكر الصفة صلاة النسلم قال صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن يعني ثنتين ثنتين ثم أوتر عليه الصلاة والسلام وبعدين النية يا أختي أم سعد النية محلها القلب ما يجوز للمسلم أن يتلفظ بالنية لأن الله تعالى هو علام الغيوب وهو المطلع على القلوب والنبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أبدا أنه كان إذا جاء يصلي يقول نويت أبدا لما يأتي الإنسان للوضوء ما يقول نويت أتوضى النية محلها القلب كذلك الصلاة محلها القلب النية النية محلها القلب يأتي إلى محل الصلاة ويكبر وينوي بقلبي أن هذه صلاة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فعلم الوالدة بارك الله فيك لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام والله تعالى يقول وإن تطيعوه تهتدوا ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ويقول جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ويقول جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فلا يجوز عصيان الرسول وبعدين اللي يجي يقول والله نويت أن أصلي كذا هذا كأنه يقول بأن الرسول قصر وبأن الرسول ما أعطى الأمة الدين كله هذا غلط هذا غلط على الرسول طبعا الناس ما يقولون هذا الكلام لكن كأن هذا يلزم منه لا ما يصلح هذا الكلام الرسول كان إذا جاء الصلاة ما يقول نويت يقول الله أكبر وكان ينوي في قلبه عليه الصلاة والسلام والسلام